بسم الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد غاني نديروه على ليشو الصون بالنسبة للمقادير غادي نحتاجوا كمية كافية ديال الكفتة عدنا فلفلة مشوية انا درت حمراء وصفراء لتوفرت عندكم الخضراء يمكن لكم تزيدوها بسيلة مشلدة مرقيقة عدنا الطون موتا ديلا انا حكيتها ديكرومي مدخن عدنا الزيتون كهل قطعته رقيق الى عندكم انتم ممتوفر عندكم لمقطع مرحبا انا دت انواع ديال فروماج زائد موتزاريل وجوج معلقة ديال زيت الزيتون بالنسبة الكفتة غادي نديرها تقلة في واحد معلقة ديال الزيت زيت الزيتون غادي نقليها على هاتشكل ما كان طيبهاش نيشان كنخليها ندليها نص طيبة على هاتشكل من بعد غادي نحتفظ بها غادي نوجد توابل اللي غادي ندير لها اللي هما الكامون الابزار والملح انا كنفضل تديرو غي شوية ديال الملح لانا غادي نديرو الفروماج والفروماج توا مالح غادي نقلوا آآ البصلة ديالنا في زيت الزيتون واحد معلقة صغيرة ديال زيت الزيتون غادي نضيفوا لها التوابل من بعد ما تبدبال معانا شوية غادي نضيفوا لها الكفتة اللي قلنا من قبل كيف ما شويتوا معايا را ما طيباش طيبة كاملة نص طيبة لانا عرفنا انا غادي نطيبوها مع الاصلة غادي نقلوا هون بهاتطريقة من بعد غادي نوجد معاكم آآ العجين ديال اللي شوصوا اللي غا نحتاجوا لي آآ ميتين وخمسين جرام ديال الطحين الفورس بيض ديال البيض جوج معلقة تكبار ديال الزبدة اربع ساشية ديال خميرة الفورية آآ قريصة ديال آآ قبصة ديال آآ سكر سانيدة قبصة ديال الملح معلقة صغيرة ديال الخل عدنا كاس صغير ديال الحليب بالنسبة الصفار ديال البيضة غادي نحتاجوه من غادي ندهنو به لشوصون ديالنا قبل ما نخشي ندخلوه من الفران غادي نبدوه بالطحين ديالنا الى ضعفتو كمية ديال الطحين ضعفو كمية ديال المقادر غادي نبدوه با السانيدة قبصة ديال سانيدة قبصة ديال الملح انتو ميلا ردتوو البال ردتها صغيرة بزاف لان المقادر غادي تكون مالحة آآ دنا الخميرة الفورية ربع صاشية ديال الخميرة الفورية غادي نحرك النهواشيف بهالطريقة من بعد غادي نزيد لهم آآ البيض ديال البيض و آآ جوج معلق كبار ديال الزبدة جوج معلق عامرين يعني ماشي جوج معلق عامرين ديال الزبدة غادي نخلط المقادر آآ با با ديال حتى كتجا نسمع بعضياتها كما اكتليكم الى آآ دوبلتو المقادر آآ آآ علق دوبلتو الى قدرتو الطحين آآ نسكيلو الطحين يعني المقادر خاصات الدوبل غادي نخلط العجينة ديالي بالحليب حتى كتجمع معايا كتولي على هاد الشكل كندير لها آآ ورق السلوفان بالبلاستيك غدائي كيف ما كتقولوا له ماشي مشكل غادي نجمعوا على هالطريقة غادي نحتافظ بالعجينة ديالي في الثلاجة آآ من بعد غادي ندير آآ في واحد البول غادي نوجد آآ داك الكفتة اللي ديتم على البصلة غنضيف ليهم الفلافيل اللي آآ وجدهم من قبل مشويين غادي نضيف ليهم الفرماج آآ انا ديتموت زاريل وقدرت جوج انواع اخرين ديال الفرماج الفرماج الاحمر وواحد النوع احد اخر انتم ما اللي توفور عندكم في المنزل ديرو بحال بحال من بعد غادي نضيف ليهم واحد جوج معالقة ديال قصبور ومعد نوس رب ما عطيتهم مش لكم في في اللول ديال ديال الفيديو آآ انا ضفتهم من بعد آآ ولكن غا تلقوا المقادير في صندوق الوصف كما عودتكم غادي نخلط المقادير كامل هما بضيتها ومن بعد غادي نحتفظ بهذا الخلطة ونحطها على جنب وغنوجد معكم الخلطة الثانية اللي غادي ندروها بطون في واحد الاناء اللي غادي ندرو فيه طون ديالنا غادي نزيدو آآ المورتادلة شرائح ديال 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 رومي المدخن غادي ندرو زيسون الاسود انا توفر عندي هذا الى عندكم دك اللي كيكون مقطع واج تديرو حتى هو بحال حال غادي نزيد باقي ديال الجبن اللي درز موزاريل والجبن الاحمر انا درجو انواع كما كلكم لي توفر عندكم في المنزل ديالكم يمكن لكم تديرو غادي نخلط المقادير ديالي كاملة مع بعض ديال تحت الجانس من بعد خلي نخلي آآ المقادير على جنب ونوجد آآ جينة ديالي غادي نطلقها على هاد الشكل انا غا نقسمها على النص النص غا نخليه المقادير اللي درتها ديال الكفتة والنص والنص الاخور غادي نستعملو في المقادير اللي درت ديال الطون في نفس الوقت كتسهل علي الامالية ديال ديال باش نطلق العجينة ديالي انا اطلقتها على هاد الشكل آآ البقايا ديال آآ الجنيبات اللي كي بقاوا لكم انا كنحتفظ بهم من بعدي لساليت ليه آآ لاجينة ديالي كن عاود نستعملهم غادي نا نشكل المقادير ديال اللي كفتابع على هاد الشكل كنستفها فوق العجينة ديالي بها الطريقة غا نوريكم آآ ثلاثة ديال الاشكال آآ اللي تخرجوهم من بلاي شوصا على حساب آآ آآ القطاعات اللي عندكم غادي نستعملو الجرارة وعندي واحد بنوع ديال الجرارة زوحد آخر وعندي واحد واحد آآ آآ واحد الطابع اللي كي يصاوبوا به اللي شوصون فتا هو غادي نشاركو معكم هادي غا نبداها بالجرارة غادي نوريكم كيفاش تصاوبوها بهالطريقة كاتجي سهلة وبسيطة وفي متنوى الجامع يعني اذا ما عندكش كيفاش ما عندكش داك الطابع باش كي يصايبو لي شوصون يعني يمكنك استعملو غادي جرارة صايبي بها بالنسبة للطابع ديال شوصون كي يكون على هاد الشكل كنضغطو عليه واحد شوية من بعد كنحيدو الزوائد ديال العجينة ديالنا من الجناب بها الطريقة وكيتشكل عندنا لشوصون ديالنا وكي يجي فيه واحد شكل اللي هو رائع صراحة ها هم ثلاثة الاشكال اللي درس معاكم غا نعاود نوريكم شكل ديال آآ طابعة ديال لشوصون كدير عربها لها هاد الشكل وكي يجي بسيط وساهل في الاستخدام كندير وفق منه العجينة بهالطريقة كنحطو الكفتة ديالنا في الوسط كنسدو الطابع ديالنا كنضغطو عليه واحد شوية وكنحيدو الزوائد ديال العجين ديالنا من الجناب وبهالطريقة كيتشكل عندنا شوصون ديالنا كيكون عندو من درج زوين وساهل في نفس الوقت غادي ندير معكم الطريقة الثالثة اللي ما شوشوهاش بالجررار فلا عندنا الجررار ديكلي بسننا غادي نوريكم الجررار الى كانت عندكم لي سامبل حتى هي يمكن لكم تستخدموها راكي يعطوه في الاخير نفس النتيجة وما كيتحلوش معانا هذه الجرارة الثالثة يعني كتخرج لنا انا وريدكم ده بثلاثة الانواع غادي نستمر بنفس الطريقة ونفس الطريقة غادي نستخدمها بالنسبة الوصفة ديال الطون حتى هي غا نستمر بنفس الطريقة وغا نقطعهم بنفس الطريقة حتى نكمل الكمية ديال المقادر ديالي كاملها انتم اذا شكتوه كنحطوه مع العجين من بعد كام قانش كلهم وكل وحده كنديرها بطريقة مرة بجرارة مرة بدك الطابعة ديالي شوصون على حسب اللي توفر عندكم انا وريدكم الطرق بثلاثة بهم واللي توفر عندكم يمكن لكم تستعملوها بالنسبة المبتدئين ولا اللي ما عندهمش الطابعة ديالي شوصون را يمكن لي مستعملوا غا بجرارة ويصيبوا لي شوصون ديرهم ويصدقوا معهم كيجوا رائعين وفي نفس الوقت ما كيتحلوا محتاحها غا ناخد صفر ديال البيضة ديالي اللي خليس دي درس معاكم في اللول ديال المقادر غا دين نطربها بها بها الطريقة من بعد ما استفت اه لي شوصون ديالي في الطاوة غا دين بدن دهنهم هانا وريدكم هادو كاملين اللي درس تقريبا خرجت لي كمية لا بأس بها يعني اه وكيجوا رائعين لا في الماداق ولا في الشكل يعني صراحة من قرمشين من الخارج وطرين من الداخل غا دينستمر بنفس الطريقة بنفس طريقة غا دين ندهنهم بالبيض كاملين يعني كان دهن لي شوصون ديالي مزيان كان حاول ما نوصلش للبيض للطاوة ديالي بش ما يلسقوش ليا من بعد انا غا دينزينهم بالزنجلان الزنجلان اه مش بدروري يكون محمر لان اصلا غا ديت حمر مع لي شوصون يعني من الاحسن ما يكونش محمر غايكون منقي غا دينزينهم انا بالزنجلان وانتو ما زينوهم باللي توفر عندكم كي الناس اللي كي زينوهم بالزعتر المهم اللي اللي توفر عندكم يمكن لكم تزينوهم به اه انا غا ندير الطاوة ديالي في الفران على نار متوسطة ومنين يطيبو من لتحت غا دعونا نهبطهم من اه من الفوق يعونا نهبطو من لتحت ها مشكل ديالهم اللي 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 خرجوا فيه خرجوا رائعين ومذهبين كانت منه توجدوا هاد الوصفة وتنال اعجابكم كانت من عليكم رمضان مبارك سعيد وما بقى لي نقول لكم الا السلام عليكم